السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله واقع الناس هناك قصص فيها عبر وفيها عضات كثيرة نقيسها على حياتنا الشخصية وننظر كيف ان الله تعالى يتدخل في الوقت المناسب ليحمي عباده المؤمنين الهدف الذي نريد ان نصل اليه هو ان نركز في قلوب كل الناس باننا نحن لسنا وحدنا نحن معنا رب كريم رحيم يهيئ الاسباب ويسخر هذا لذاك ويفتح الابواب ولهذا لا ينبغي للمؤمن ان يحزن ولا ان يخاف ولا ان ييأس ولا ان يبتأس وانما يكون دوما عنده الامل الكبير في رحمة الله الواسعة قصتنا اليوم الحقيقية الواقعية اسميها قصة مرقية وبناتها السبعة مرقية هذه امرأة لم تتزوج قط ولم تنجب قط ولم تحمل قط ورزقها الله تعالى ببنات سبعة واعتنوا بها اعظم عناية من تكون هذه المرأة امرقية يوما ما كنت امر في احدى المناطق بالدار البيضاء الازقة مزدحمة والدروب ضيقة حيئة شعبية شيئا ما اردت ان اخذ السيارة فقال لي حال السيارات فضلا هناك واحد سيدة ظروفها صعبة تسكن في هذه المنطقة وحيدة لا عائلة لها ولا احباب ولا اقارب فقلت لا بأس فذهبت معه اطلع على هذه السيدة تسكن في احدى البيوت وبيته هو يتكون من صلاة ومطبخ ولكن هو من الذي استفادوا بعض الناس استفادوا كانوا في المدينة القديمة وتم ترحيلهم الى اماكن اخرى بضواحي الضال البيضاء واستفادوا من سكن متواضع كل عنده غرفة كل غرفتين وصالة كثرة غرف وصالة كاسموا في اف اي اف دو اف تخوا اف كات حسب اعداد الافراد مرقية وحيدة ما عندها لا زوج ولا اولاد استفادت اقل القليل افئة يعني صالة ومطبخ المكان كان يعبر عن فقر مدقع وهناك رائحة كريهة في المدخل والسبب هو ان مجاري المياه معطلة والذباب في كل مكان نظرت اليها مدى عساني ان اصنع عن هذه المرأة التي هي وحيدة في هذا المكان نظرت اليها سلمت عليها دعوت لها اعطيتها بركة قليلة وانصرفت ولكن سبحانك يا جليل سبحانك يا من سخر هذا لهذا كان عندي موعد مع احد الاصدقاء في منطقة اخرى بعيدة وتأخرت عنه اعتذرت كثيرا اسمح لي لقد تأخرت لقد وقع للطارئ زرت امرأة موسينا وضعها كذا وكذا زوجته سمعتنا هذه الزوجة هي يا ربة بيت ولكن نشيطة جدا انها تقوم باعمال اجتماعية طيبة مع بعض صحيباتها عندهم جمعية يقرؤون فيها القرآن ويرتنون فيها الدكر الحكيم وايضا يقرؤون السنة المطهرة ويتفقهون في الدين وايضا عندهم تداريب في المديح النبوي عندهم دفوف وعندهم امداح نبوية ويخرجون في سبيل الله الى بعض البيوت اما عقيقة واما زوفاف واما ختان واما ماتم يقيمون احياء الحفلات سمعت مني ان هذه المرأة وحيدة ام رقيا فقالت لي دلني عليها فقلت لها عنوانها كذا وكذا قلت لها ان كان لابد هيا ندب الان اعرفك بها فعلا ذهبنا في تلك الامسية الى ام رقيا القينها كعلى حالها بيت ينم على الفقر المدقع كان فيه العنكبوت في كل مكان ودباب وراحة كريهة فما هي الخدمة التي يمكن ان نقدمها لامرقيا طلبنا من الشركة التي بنت البناية ان تصلح اعطاب المياه مجاري المياه لكن قالوا انتظر هناك مدة انتظار طويلة فقلنا عوضة ان ننتظر نأتي بعامل وبناء يقوم بالاصلاحات فوريا اعطيناهم مقسمة من المال ثم تركت ام رقيا مع السيدة قلت لهذه الفتاة رأي متزوجة زوجة صديق لي وهي طيبة قالت لها بنتي زوريني مرة مرة وقبل ما تنصرفتها لم يفتحش على الشقة قلت لانا مكناش النض خذي لم يفتحش على الشقة وزوريني مرة مرة وانصرفت لحالي سبيلي مرت تقريبا حوالي ثلاثة اشهر نسيت ام رقيا اشغال ولقاءات وعدد كبير للناس ثلاثة اشهر نسيتها مرة مررت بنفس المكان فقلت هل لا اطلعت على حالها ما الذي وقع لها فلما جئت عند عتبة الباب اردت ان اطرق الباب سمعت امداحا نبوية وسمعت افراحا وبدلي بان مدخل الباب صار جميلا ونظيفا هناك سجادة على عتبة الباب وهناك دعاء الدخول ودعاء الخروج معلق على عتبة الباب طرقت ففتحت لي تلك السيدة هي زوجة صديقي فقالت لي لقد اصبحنا مع ام رقيا اسرى واحدة ما الذي وقع قالت نحن كنا فرقة مكونة من سبع اخوات وكن جلنا ربات بيوت ماذا نصنع كنا نجتمع نقرأ القرآن نتفقه في الدين نتدرب عن الامداح كانت مشكلتنا الوحيدة اننا لسا عندنا مكان للتدريب ما عندنا مكان للتدريب كل مرة نتدرب في بيته احنا الاخوات ونجد صعوبة هناك المتزوجات وهناك العازبات ونجد صعوبة ففكرنا اننا نجمع قدر من المال ونكتري بيتا ونجعله مقرا للتدريب وفعلا جمعنا قدر من المال وكنا نبحث عن هذا البيت لم نجده بعد فلما التقيت مع المرقية هي قتل ابنتي ابقوا معايا زوروني رأى ما عندي حدي زورني جولة عندي ولا وغير مرة مرة فقلنا لها المرقية نقترح احنا خصنا مكان للتدريب وانتي وحيدة في هذا البيت لا أحد يزورك واشتقب لي اننا نجيوا عندك هنا للبيت دلو التدريب قتلهم بالفرحة انا رأى نكي قتلني غير الخوف رأى بالليل كان نشعر بالخيالات وكان نحلم أحلم مزعجة ولا أحد يزورني إذا جيتوا عندي وعمرتوا عليها هذه هي الدنيا وما فيها فقالوا لها إذن سوف نجعل من هذا البيت مقر للتدريب لكن سوف نقوم بالإصلاح القطر الدين المال اللي جمعوه قاموا بسباغة البيت وتطهيره وتنظيفه وإعادة تاتيته دلو فراش جميل وصاروا يجتمعون تقريبا ثلاث مرات في الأسبوع المرة الأولى يجتمعون لتحفيظ القرآن وهم مرقية كتجلس كتسمع ولو كي لبسوها واحد لبس جميل ولو كي لبسوها واحد لبس أنيق أبيض وفيها أخضر وكتجلس هي في الوسط هما كي بدوا بعضيتهم في حفظ القرآن وترتيله حصة خاصة بالقرآن مرة في الأسبوع الحصة الثانية تكون عندهن خاصة بحفظ السنة النبوية حفظ مختارات من الصحاح في الحديث النبوية الشريف وفقه العبادات وفقه المعاملات مرقية قتلهم الله 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 هاتشي اللي عمرني ما كنت كانت نتاظر أنا نسمع كنت كانت مننا نمشي المساجد ما عندي وقت أنا كنت شغال في البيوت عمري طويل والآن الخير جتل عندي تل البيت الحصة الثالثة وهي مهمة جدا وهي الحصة يجتمع في هذه الأخوات للتدريب على الأمداح النبوية يأتون بالدفوف والنواقس ويبدأنا في الصلاة على النبي المختار بأمداح نبوية على الإقاع المغربي الجميل وكانت مرقية كأنها استعادت صحتها من جديد فقالت لي أنا كنت طول عمري لم أتزوج كان عندي أخ وحيد كان يعمل في العسكرية في الجندية كان في إقليم الداخل ولكنه توفي وذهبت إمرأته ولا أدري ما والوالد توفي وكذلك قد شغال في البيوت من بيت إلى بيت حتى قلت صحتي وفي الأخر القتس نفسي وحيدة وكان قول ربما سأموت وأنا متعفن سأموت في غرفة وحيدة لكن الله تعالى بفضله صاق لي هؤلاء البنات سبع بنات الفرقة مكونة من سبع بنات صاروا يقومون بالأدوار كل واحد يوم تزورها في بيتها على مدر سبعة أيام كل يوم تأتي واحدة يقوم بالتنظيف والغسل والكنس أم مرقية قالت معززة مكرمة في أحد الأيام زرتها على حين غره على غفلة فرأيت ما يسرني أم مرقية لبسة واحد الباس كأنها جاية من العمرة لباس أبيض واحد الزيف أخضر وقالت وسط البنات كيغنيوا ولقيت وجهها صار موردا صار صار مبتهجا سألتها قالت لي الخير كله عمع لي هاد البنات من هنا عرفتهم كل مرة كيجيوك يعمروا علي الدار كنسمع الحصة دي القرآن الكريم حتى نولد كنحفظ معهم صغار الصور وقصر الصور والحصة دي السنة النبوية الشريفة كتخليني كنعرف الأحكام دي الدين ودي العبادات المعاملات والحصة دي الأمدح النبوية كنفرح فيها وكنصفق وكنغني وكتهم ديك النهار دي اللي هي هي العروسة جابوا لها الحنة وجابوا لها الكحل ولا كر الفاسي ووزينوها وكيغنيوا لها طلع البدر علينا من تانيات الوداء هم فرحانين واحد الفرحة عظيمة بذي السرور وابقت على هذه الحال وكان هؤلاء الأخوات كيمشيوا لحفلات دي البعض البيوت كيمشيوا إما إلى عرز ولا عقيقة ولا ختان ولا مأتم فكانوا من لك يجيو دايما يجيبوا لها واحد نصيب من الطعام يعني بقايا الطعام يعني الحن بالبرقوق شوية دي الجاج بالزيتون البقايا دي الطعام وقتلكم مرقية واني شبعت هذي الأيام كلها راني كتغر أتاي والخبز الشاي والخبز قهرني ودبا الآن كنا نكل وخبقي الطعام ولكنه رحمة وبقات على هذ الحال استمر الوضع تقريبا ثلاث سنوات ونصف ثلاث سنوات ونصف مرقية كتقول لي الحمد لله ربي كرمني آخر عمري كتك نقول وقيلة غنضيع وقيلة ما غنتعرفش ده بسبعات البنات جابوا من لي الله تعالى ما تزوجت ما حملت ما ولت ما رضعت ما ربيت وربيع الزواجة لساقهم ليا كي حنع لها واحد المحنة عظيمة الطبقة العليا فوق مرقية كتسكنوا واحد المرأة عندها ثلاثة الولاد وجوج ابنات وتزوجوا وكتقول لها والله لم مرقية محضوضة أكتر مني أنا أخدم على ولادي وبناتي ولا عيالات ولادي ورجالات ابناتي أنا بعد ما كبرت قلت أنا ما زال كان طيب لهم وانتقدى لهم وانتسخرع لهم وما مقف في قوة الظهور قلت مرقية محضوضة بقيت على هذا الحال كان وقتها كله ذكر كله عمل صالح كله فرجة وكله متعة وبعد أن مرت تقريبا ثلاث سنوات ونصف على هذا الحال هي استفادت من هذه الرفقة الطيبة والأخوة الفضلات استفادوا من مكان بالمجان يقيمون فيه تداريبهم وصاروا يشعروا بأن عندهم أم تانية يحنون إليها مرت الأيام فمارضت أم مرقية مرضا شديدا مرض الفراش طبعا حملوها إلى الطبيب وأخبرهم بأن حالة الصحية دلها متدهورة كبر السن الأجل ربما أوشك وفعلا لأيام الأخيرة كانت مرقية محاطة بسبع بنات هات الأخوات المنشدات بسبعة ديرين بها كل وحدة منها كتلقنا الشهادة كل وحدة منها كتبدل لها الملابس ديالها وتنظفها ريحت العود ورحت العطر الجميل في البيت ديالها وكتشعر كأنها رابعة العدوية ستنتقل إلى جوان ربها سبحانه وتعالى وفعلا حينما توفيت هات الأخوات الفاضلات قمنا بتغسيلها لأنه مع الدم مهمة أخرى من غير الإنشاد وحفظ القرآن عندهم كيغسلوا الموتى أخوات فاضلات يقمنا بهذه الأعمال الدينية فقمنا بتغسيلها وقمنا بتهيئتها والليلة ديالها كانت ليلة مباركة بعد أن دفنت خرجوا الكنازة ديالها لأنها كانت عازبة خرجوا بصلاة على رسول الله صلاة وصلاة على رسول الله قال لك لأنها عازبة واللي مرلمت عازبة أنها في الجنة يقام لها زفاف أهل الجنة وخرجت إلى مقامها الأخير في رونق عظيم وكأنها بنت الأمراء وبنت الملوك يا سبحان الله على حسن الخاتمة حينما يسخر لك الله تعالى مثل هذه الوجوه بعد أن قم حفل عشاء وجمعوا الناس وقرأوا القرآن وداروا الدعاء هو يظهر وحد الرجل من أنت؟ قلم أنا يا ولد عم خالت مرقية أنا هو الوريد الشرعي وأريد مفتاح البيت وأريد البيت نعم ما في مشكلة سوف نسلم المفتاح لمن ديالبيت للقائد ديالمنطقة هو يتصرف هو يتصرف بالطريقة القانونية وبقي الأمر هكذا وانصرف الأخوات بعد أن قضوا أيام جميلة في بيت أم مرقية صاروا يترحمون عليها وكأنها أمهم الثانية وتقف متعجبا من هذه الواقعة كيف أن رحمة الله قريب من المحسنين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سخر هؤلاء النسوة هؤلاء الفتيات الشابات لخدمة هذه المرأة الصالحة بل ربما الحارس ديالسيارات كان سببا قال لي أجد شفاء المرأة ونبي دوري بلغت الخبر لصديقي أشكله وسمعتني زوجته وبلغته للفرق الإنشادية وسبحان الله تعالى قد الله أمرا كان مفعولا نستفيد من هذه الواقعة البسيطة وهي واقعية وحائقية أن من كان مع الله كان الله معه لا ينبغي للمؤمن أنه يحزن أو أنه يخاف أو يقول ما هو مصيري في المستقبل لأن المشكلة الذي يعاني منه الكثير من الناس في عصرنا هذا هو التوقعات المخيفة إنسان كيف فكر في المستقبل يقول لست أدري كيف ستكون خاتمتي ومع زمن الكورونا هذا التفكير انتشر كثيرا بين الناس التجار وأصحاب المقاولات والصناع والحرفيين وحتى كبار الزراع مع قلة الأمطار الكثير يقول لست أدري كي غندير من المستقبل غند قول لي ما تفكرش كي غندير الديار دي المولانا عز وجل ربنا سبحانه وتعالى إذا توكلت عليه خير توكل واستعنت به جل علاه فإنه يصنع لك خارط الطريق ويهيئ لك من أمرك رشدا ويختار لك أطيب وأنبل خلقه يسخرهم في طريقك وياتيك بالأرزاق من حيث لا تدري وإذا كانت خاتمتك فخاتمتك ستكون بداية مشرقة لحياة نورانية أبدية خالدة هذا هو ما ينبغي أن يعتقده المؤمن عقيدتنا الإسلامية تقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا أردت أن تعرف حقيقة عقيدتك في قلبك هل أنت فعلا مؤمن حقا أم أنك مؤمن بالانتساب مؤمن جغرافيا وتاريخيا بالانتساب وهو أسألك كيف تشعر هل تشعر بمعية الله هل تشعر بأن الله معك يسمعك ويراك هل تشعر بأن الله لطيف بالعباد هل تشعر بأن رحمته وسعت كل شيء هل تشعر بأنك عندك تغطية صحية وتغطية اجتماعية ربانية قبل أن تكون وطنية إذا كنت من هؤلاء فأنت مؤمن صادق الإيمان طوبى لك وهنئى لك أما إذا كانت متدبدبا وتشعر بالقلق وتشعر باليأس وتشعر بالاستياء وتتوقع الأسوأ لا أقول لك راجع طبيبا أو خبيرا في علم النفس بل أقول لك ببساطة راجع عقيدتك راجع أفكارك راجع إيمانك فإذا وصلت إلى المراجعة وإلى الفكرة الصحيحة ستكون قد شعرت بالطمأنينة والسكينة ومن تم سترى الفتحات والكرمات والإشراقات والإمدادات الربانية رحم اللهم القيا وأسكن فسيح الجنات وأسأل الله تعالى كل من كان يشعر بأنه وحيد وأنه يائس وأنه منعزل عن الآخرين اللهم يا رب يا كريم هيئ له من أمره رشدا واختر له أطيب وأنبل الخلق يكونون في خدمته وارزقه يا ربنا من حيث لا يحتسب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله